شناوي قبل مباراة النهاردة كان عليه برضو انتقادات كثيرة النهاردة تحس يعني النهاردة مش تحس انه هو ده مستوى شناوي الطبيعي انه يشيل الكرات الخطيرة دي ايه اللي حصل الفترة اللي فاتت؟ ليه شناوي ما كانش في افضل مستوياته الفترة اللي فاتت؟ بص يا كريم يعني انت دلوقتي بتتكلم على واحد حارس مصر الاول بقال له اكتر من 3-4 سنين راجل مكسر الدنيا مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر راجل الاساسي مع منتخب مصر والنادي الاهلي فطبيعي ان انا في خلال 4-5 سنين لازم هيقع مني ماتش هيقع مني جول هاخطأ في حاجة هتقع مني فترة لا هو ما بيقعش فترة انا بقول مثلا طبيعي لو قعها فترة منون ناير قعد فترة مع باير ميونيك كان في منتاج السوق منون ناير كان مع المانيا في كاس العالم سيء جدا فده عادي يعني ده بيحصل في عظم حراسي العالم ده بيحصل يا كريم السنة عايز بس الناس اللي هي بتنتقد الناس اللي هي قاعدة في استوديو بينتقدوا الناس دي لازم تبقى فاهمة ان اللاعب بيجيوله فترة فترة وده طبيعي هيبقى مثلا مش في حالته انك تب تتكلم في واحد بيحصل ماتش واحد بس ماتش واحد او غلطة واحد ايه الحق محمد شناوي ايه حق اقول ليه عشان هو كبير مه بص يا كريم هو كبير حارس كبير فطبيعي ان الكبير هو اللي الناس بتكلم عليه انت النارده الناس اللي هي مسؤولة وعادين في الاستوديو بيتكلموا بيتكلموا عشان هم يعني مفيش يعني رؤية او او تفكير في اللعيب ده بيجيوله وقت بيحصل له دروب لكن انت النارده لما يخش فيه جول الناس النارده مطش الفات الناس بتتكلم عن الجول داخل في الشناوي سايبين اي حاجة هوا عنقاذة وبيتكلموا في الايه في الجول اه ماشي الجول مسؤولية الشناوي وعلى مسؤولية الشخصية ماشي لجزء كبير ولكن انت النهاردة ده طبيعي الشنوي كمان عقليته تخليه مايعودش وقت كبير جدا في مستوى الوحش ليه؟ أولا مش من الناس اللي بتتابع سوشيال ميديا ثانيا كابتن النادي الأهلي ماشي؟ ثالثا هو راجل عارف قيمة اللي هو فيها فراجل بيركز كويس جدا بشكل كويس ولو هو يعني مثلا هو لو بتابع سوشيال ميديا مع الناس انتقراتها يقع صح فدي بتفرق في عقلية اللاعب زي ما قلت لك هو كابتن النادي الأهلي ومن كبات المنتخب مصر فطبيعي ان الشنوي يقع ماتش أو يقع يغلط غلطة لكن ده الطبيعي بتاع الشنوي يمكن الشنوي أجمد من كده بكتير لانا اتمرنت معه وعارف الشنوي والناس كلها عارف قيمة الشنوي فطبيعي النهاردة لما يحصل دروب لأ هو بيركز مع نفسه وبيجي الماتش اللي بعدين ما بيستمرش وده ما بيستمرش ان هو يبقى وحش او حاجة تجره لتحت فدي بصراحة عجباني جدا وخلي بالك هرجع تاني الناس تقولك ايه احنا نجيب حد للشنوي عشان يفوق طيب انت علي لطفي حارس ممتاز وحارس سكواز جدا مصطفى شوبير من الحراس الممتازين انت عندك حمزة من حمزة علاء من الحراس المنتخب أولومبي وهو الاخر فأما واحد يكون زي الشنوي وتيجي النهاردة مع الحراس هم وهم ما فيش اختلاف سواء للعب ويهدد الشنوي او ملعبش خالص هم وهم الناس صح فتبتتكلم في واحد في لفل يعني في لفل عالي وماشي كويس جدا وده طبيعي ان هو يبقى مركز وطبيعي جدا يبقى في الحالة دي وطبيعي جدا يبقى في الحالة دي وطبيعي جدا يبقى شيري الناد لأهل عظيم